هي علب بأشكال متنوعة أليفنا رؤيتها على موائد بعض زبناء المقاهي يتعلق الأمر بما يسمى بدائل السكر وهي عبارة عن أقراص مصنعة من مواد غذائية كيميائية لها طعم السكر وبمؤشر سكري ضعيف وليس لها كالوريهات بالقدر الذي يوجد في السكر العادي نحن نجيب واحد الكليون يطلبها الذي فيه السكر الذي يديه الرجيم الذي لا يوجد فيه وقعه يريد أن يقسم السكرية يأخذ هذا السكر كنت سيدي كانت استعمله مشهوه لكن قالوا لي يا راكدر قالوا لي يا كدير ما عرف هذا شيء روباتيز ولا زاكش قد تنسك للي حبستي حبستي هاب لما تستاشر وللاستشارة الطبية حول بدائل السكر المصنعة قصدنا عيادة الطبيب الذي أكد لنا أنه لا مانع لمرضى السكري من تناول هذه البدائل التي أجريت حولها عدد من الأبحاث العلمية لكن ولحد الآن لم يثبت أن لها أضرار جانبية خطيرة على صحة الإنسان هي البدائل تعرضت العداد للأبحاث ولكن لحد الساعة لم يكن شيء مضبوطة وكتمنع بشي تسوق هذه المسائل لبديل السكر وإلى وين الحجة الكبيرة هو في جميع الدول كتبع في الفرماسي وكتبع في وعلى أي يبقى على مرضى السكري استشارة الطبيب المعالج حول النظام الغذائي الواجب اتباعه وتبقى بدائل السكر على اختلاف أنواعها أحد مكونات هذا النظام حيث من الممكن أن يسمح باستعمالها ترجمة نانسي قنقر